السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة النهاردة بقى حبيبي يجيالكم بالكبد الاسكندروني مين فينا بقى ما بيجيش كده على السنة الفجري كده وبعد اما الناس خلاص بقى قفلت يقول بقى يا لو فيه بقى دلوقتي عربية كبد كده كده افع عليها كل سندوتشين كده اسكندروني ولا الريحة كانت لقيها مرة دخلت مناخيرك كده وما خرجتش احنا بقى هنعمل الكبد الاسكندروني نفس الريحة والطعم بتاع العربية الكبد وبصي العمراء كلها هتشم الريحة ويعني هيتجننوا من الريحة فاعملوا بقى الطريقة ديت ولازم تجربوها وخليوكم معي لحد الاخر علشان تشوفوا تعملوها ازاي اول حاجة هنجيبي الكبد بتاعتنا من عند الجزار او من عند الرجل بتاع يعني اللي هو بتاع الحوم وكده بس قولونه عايزين الكبد بتاعتنا يكون متقطع عصفيري او اسكندروني بتبقى رفيع خالص وبتبقى عاملة زي الشوارمة كده بس ارفع من الشوارمة كمان وينجيب بقى معرقة كبيرة كده من الطوم نحطها عليها وعصرة لمونة كده محترمة الكمية اللي انا عاملها دي عاملة ربع كيلو فطبعا انتوا بقى لو هتزودوا كمية الكبد هتزودوا كمية ايه التدبيلة يبقى لمونة ومعلقة كبيرة من الطوم وبصوا رشة صغيرة او من الخل يعني ما تقطرواش من الخل يعني خلوا اللمون يبقى اكتر من الخل وهنحط بقى عليهم شوية حينة كده وملح وفلفل اسود عشان الزفورة او ممكن تستبدليه برشة من الجنزبيل البودر اللي هو عندك وكمون وكزبرة كزبرة ناشفة طبعا ولو عايزين نتزودوا بابريكا زودوا بابريكا بس هو الاساسي الملح والكمون والكزبرة والطوم واللمون والطحينة الفلفل الاسود والجنزبيل للزفورة يعني هتحطوا بصوا رشة صغيرة اوية يعني حاجة كده لتذكر وبردو الخل برضو حاجة صغيرة اوية ما تذكرش يعني زي ما انتوا شايفين كده بعد بقى ما حطيت كل التوابل كده على بعض هقلبهم بقى كويس اوي لان انا كان عندي الطوم مجمد يعني هقلبهم كتير عشان يفك كده ويخش مع الكبدة بصوا بقى اول ما تقلبوها هتلاقوا لونها تغير ورحتها بقت حلوة اساسا من غير بقى متحطوها على النار اساسا يعني هتلاقوا لونها بصوا بقى لونها بنك كده يعني لونها بقى بنك فاتح خالص كده ولونها بقى متغير تماما حطوها في التليجة بصوا بقى عايزين تحطوها قبلها بيوم يعني بالليل وتاني يوم الصبح بتعملوها عايزين تعملوها الصبح وبالليل تكلوها كده في الصهر كده في الجو سقعة كده سندشاة كبدة كده بصوا بقى انتو بقى ايه يعني كل ما تتبون في التليجة كل ما تيديكم بقى ايه طعم وممكن كمان تعملوا التدبيلة دي تأول ما تجيبوها وتحطها في الفريزر في اي وقت بقى عايزين تعملوا كبدة تروحوا مطلعينها وحطينها على طول في الزيت بصوا بقى التركية المهمة ان انتو تسخنوا الطاصة بتاكي كويس قوي يعني الطاصة تكون سخنة قوي وبعدين ننزل بزيت ابصوا ممكن تحطوا ثمنة بس انا جربت الحقتين جربت الثمنة وجربت الزيت الثمنة لما بتحطيها بتبقى الكبدة تقيلة بتزبها لما بيكون اصلا فيها دهون اساسا الكبدة فالموضوع بيبقى تقيل قوي لكن الزيت بتبقى خفيفة كده وطعمها حلو فشوفوا انتو عايزين ايه فيه ناس بتحب تحط ثمنة انا بصراحة جربت اللي اتنين الزيت احسن بس بطبقى معنى يكون زيت حلو مش من الزيت آلية ولا زيت اللي هو التموين عشان زيت التموين سعب بيبقى طعم موحش وبيمر بس حطيت بقى بصوا الزيت ولما اول ما الزيت بقى سيخن قوي نزلت بقى بالكبدة وفردتها كده على الطاصة وسبتها مقلبتاش والتركاة دي مهمة قوي لان انتو لو حاطتوها وفضلتوا تقلبوا الكبدة هتتهري منكو وهتجلد ومش تستوي صح لكن سيبوها كده على اول ما الزيت يسخن انزلوا بالكبدة وفردوها عطاس بحيث ان ميبقاش فيه يعني تجمعات فاهمين تبقى كلها كده وصلة للنار وصلة للزيت وسبوها بقى على الزيت كده لحد ما تاخد لون وهتلاقوها بقى نزلت مية كده واخدت لون ولونها يغير اول ما لونها يغير يعني ايه بقى قلبوها بحيث ان اللي كان فوق ده يبقى تحت فاهمين هنا بقى كنت بقى شغلت تصل اللي هي بتاعتها تزيلت تانية دي تاعت القلية عشان نقلي جنبها بطاطس لان احنا كنا جاعنين كده بالليل وكنا صهرانين فحبنا كده ناكل ايه حقاكيات دفي فعملت لهم بقى سندوتشات كده اسكندروني كده زي اللي تتبع بره بالفينو وحمرنا جنبهم شوي بطاطس ومخلل وعملنا بقى صلط التحينة كده عشان نحطها في الفينو ونعم سندوتشات بقى بصوا بقى لو انتوا عايزين الكبد بتاعتكو تبقى سبايسي هتقطعوا فلفل حرق مع الفلفل الحلو لو مش عايزينها سبايسي بس تاخد كده طعم حلو جيبوا قرن الفلفل الحرق وحطوه مع الكبد زي ما هو كده هيديكم طعم بس مش تبقى سبايسي مش تبقى حرقة قوي فاهمين زي ما انتوا شايفين بقى هنا ايه بصوا كان فيه مياه لسه في الطوزة ففضلت ان انا اقلب كده طبعا كله على نار عالية او نار متوسطة يعني محدش يقولي انا هحط الكبدة على نار واطية تستوي لا الكبدة بتستوي على نار عالية لان انتوا لو سبتوها على نار واطية وستوها كتير على نار هتجلد وهتشد كده مش هتبقى طرية وجوسي كده لكن عشان تنتخده السوى المزبوط هي اصلا ما بتاخدش بالضبط 10 دقايق على النار بصوا بقى اول ما شربت المياه اللي فيها خالص وبدأت تطلع زيت تاني رحت بقى ايه نزلت بقى بفلف بفلف الأخضر حلو وقلبت بقى كله مع بعض كده يضبك خمس دقايق كده على النار ودقتها كان الملح بتاعها قليل شوية فزودت الملح بس كده وهقلتها تقلبتين كده على النار كله مع بعض واول ما حسي كده ان الدنيا بقت تمام كده وخلت لون حلو هقفل بقى النور هنا بقى البطاطس بساعت كده تتحمرت انا ما بجيبش بطاطس تحمير من السوق زي ما قلت لكم قبل كده بجيب اللي هي الكياس المجمدة نفس السعر احنا دلوقتي البطاطس في السوق ب35 جنيه كيلو فلا انا بجيب ب37 جنيه الكيلو البطاطس صوفي يعني متأشرة ومتقطعة كيلو فشوفوا انتوا بقى لو كنت جيبتوا كيلو بطاطس وقشرتوه هيطلع قد ايه فايد وتطلع بقى في الاخر مش تحمير فانا بجيب بصراحة الكياس اللي هي المجمدة دي وهو طلع عطوله على القلية لكن لو عايزة على مسلم صانية بطاطس ولا حاجة بجيب بقى بطاطس من السوق هجيب بقى طبق كده احط في بقى الكابدة بتاعتنا بعد ما استويت والفينو بقى والمخلل والسلطة التحيلة وصندوة شهد بقى ودي ودي له قدي وصه يعني ايه الشتاء ربنا يستر علينا هندخن وربنا يستر يعني ايه حد يلحق جوع الليل ده علشان كده الموضوع صلت منينا على الاخر فلو انتوا بقى مكملين معايا اشتركوا في القناة